أعزائي الأوكرانيين والأوكرانيات نتائج هذا اليوم لقد عقدنا اليوم اجتماعا طويلا لتحليل استعداداتنا لقمة السلام حول الدول الموجودة معنا بالفعل في القمة وحول الدول التي ما زلنا بحاجة إلى العمل معها لقد أصبح من الواضح بالفعل أن القمة ستكون عالمية حقا وسيكون هناك ممثلون من جميع القارات والعديد من الدول التي تقدر التعايش السلمي الطبيعي بين الشعوب نحن نفهم بالفعل محتوى القمة وما هي النتائج التي يجب أن نخرج بها من الاجتماع شكرا لجميع الدول وجميع القادة وجميع سفراء السلام الذين يساعدون في التحضير للقمة خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية قبل القمة سيكون لدينا الوقت للعمل مع العشرات من القادة والدول بما في ذلك أولئك الذين نتوقع حضورهم في القمة كما تحدثت اليوم مع رئيس وزراء كرواتيا والذي أكد المشاركة نشكركم على هذا وعلى دعمكم المستمر لسيازة دولتنا وسلامة أراضيها ولدعم دفاعنا وتدعم كرواتيا أيضا انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أننا نعمل من أجل انضمام كرواتيا إلى إعلان مجموعة السبع بشأن دعم أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية لدولتنا ومن المهم أن يتم بالفعل إعداد العديد من الاتفاقيات الأمنية الجديدة مع الدول الأوروبية وهناك العديد من الاتفاقيات الأخرى مع شركاؤنا في مرحلة الاتفاق على تفاصيل المحددة وفي المستقبل القريب سوف نقوم بتعزيز هذا الهيكل الأمني الجديد لبلدنا وسيتم توقيع اتفاقيات جديدة خطوة بخطوة نقوم ببناء ركائزها الجديدة لنظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي وعلى الرغم من كل قصوة الضغوط الروسية وعلى الرغم من الإرهاب الروسي يتعين على العالم أن يثبت أن القوة الموحدة لكل أولئك الذين يقدرون الحياة كافية لخماية الحياة والدفاع عنها وهذا مهم لكل بلد ولكل شعب وعندما ينجح الأمر من أجل أوكرانيا فإنه سينجح بالتأكيد من أجل جميع الدول الأخرى كما تحدثت اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بالوضع على الجبهة وعلى وجه الخصوص في اتجاهات دونيسك وفي منطقة خاركيف نحن نحافظ على السيطرة في كل مكان وفي المقابل يستخدم القتل الروس بنشاط القنابل الجوية الموجهة سواء في منطقة جازفيار أو في منطقة باكروفسكي أو في منطقة ليبيتسيف في مقاطعة خاركيف أو في أماكن القتال الأخرى وهذا يعيدنا مرارا وتكرارا إلى الحاجة إلى الدفاع الجوي إلى أنظمة حماية إضافية يمكن أن تقلل بشكل كبير العبء الواقع على جنودنا والتهديد الذي تواجهه مدننا ومجتمعاتنا ويتعلق الأمر أيضا بالتحضير للانتقال قواتنا الجوية إلى طائرة مقاتلة جديدة ومن المؤسف أن العالم الحر لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في هاتين المهمتين لكن لا يزال لدينا منظور وعمل واعد مع العديد من الشركاء ونبدو القصارى جهدنا حتى يأتي هذا اليوم في أقرب وقت ممكن عندما نتمكن من إضافة قوة منظومة باتريوت إلى مناطقنا الشرقية ومدننا مثل خاركيف والسومي والمدن الأخرى شكرا لجميع الشركاء الذين يفهمون حاجتنا هذه وأهميتها القوة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع الجوي في هذه الحرب بوتين ليس لديه سوى الإرهاب وهذا هو أساس قوته وكل تقييد لإمكانة روسيا الإرهابية هو إكراه لروسيا من أجل السلام وأسلحتنا لحماية المواقع الأوكرانية وجهودنا الدبلوماسية المشتركة من أجل صيغة السلام وعملنا من أجل تحمل روسيا المسؤولية القانونية عن الحرب كل هذا يجعل السلام أقرب شكرا لكل من هو مع أوكرانيا المجد لجميع جنودنا شكرا لكل من ينضم إلى قوات الدفاع والأبن في أوكرانيا المجد لأوكرانيا